طيب ما نروح لكرة الطائرة كرة الطائرة رجال منتخب مصر بيلاعب دلوقتي في رواندا عبوا طبعا نجمينة في الصورة بيشارك مع منتخب مصر منتخب مصر في أول مبارياته الحقيقة خسارة غير متوقعة من كينيا خسرنا 3200 سريعا المنتخب طبعا مقادر كابتل لقاني قدر يجمع نفسه تاني كسبنا تنزيلنا 3-0 والمغرب 3-1 بعد ما قلوبنا في ركابها يعني بصراحة خسرنا شوط الأول في المغرب 1-0 اللي بكده بفتح لقيت تشير طبعا كابتل لقاني مدير فني المنتخب ودي صورة رواندا اللي تلعب عليه تلعب أفريقيا أو الأفرو باسكت فخسرنا شوط الأول من مغرب وكسبنا 3 طيب تلعنا أبننا مين في دور الثمانية أبننا تنزانيا أبننا أغاندا أنا أسف أبننا أغاندا ونجحنا الفوس برضو 3-1 تأهلنا الدور قبل النهائي طبعا حتى الآن هي نتيجة كويسة الحمد لله وصلنا قبل النهائي بس إحنا كم لقب إحنا 8 ألقاب تونس 10 ألقاب آخر لقب حصلنا عليه كان 2015 فطبعا المشكلة في دول الأرباعي بقى المشكلة في دول الأرباعي أن دائما يعني بيقولوا السفل أو الرياح اللي تأتي بما تشتهي السفل هنقبل مين؟ هنقبل تونس قبل النهائي أنا كنت تمنى أن ده يبقى في النهائي على الأقل نبقى إيه نماننا ماداليا أو وصلنا للنهائي ولكن مش مشكلة أنت عايز تاخد البطولة تكتلاعب تونس فاينال تلاعب تونس قبل النهائي تلاعب تونس في دول الثمانية وخلي بالكو أول ثلاثة بيتأهله بطولة عالم فطبعا الموضوع صعب شوية بس ما فيش مشكلة أنا بطحك ليه لأنه دايما تلاقي نفسك إيه يعني ساعاتنا ماتروح منت مش مستعد كويس تلاقي تخبط في فرقة جامدة في قبل النهائي سبحان الله يعني بتبقى هو هي كده بيبقى ومطش مصر وتونس خالت توقعت بس أنا برضو كل الدعم للجهاز الفني واللعبين كل الدعم لمنتخب مصر وهو ده الأساس منتخب مصر كلنا بنعمل كل ده عشان في الآخر اسمه مصر اسم مصر فكل الدعم طبعا لفريق كرة اليد أو المنتخب والجهاز الفني بقاعدة كابت اللقاني إن شاء الله